بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن نبقى مع هذا النموذج من الفرد المحروس رقم واحد لمادة التربية الإسلامية للسنة الأولى من التعليم الإعدادي إذن هذه المادة مادة التربية الإسلامية هذا نموذج على الفرد المحروس الذي يمكن أن يقترح عليكم في إطار هذه المادة بالنسبة للسنة الأولى من التعليم الإعدادي إذن دائما في إطار هذا النموذج للفرد المحروس لمادة التربية الإسلامية دائما هناك مقتطف من صورة لقمان ينبغي كتابته يعني ينبغي أن تكونوا قد حافظتموه ثم تكتبوه إذن المطلوب منكم في السؤال رقم واحد من خلال حفظك لصورة لقمان استظهر الآيات الدالة على عظمة الله وبديع صنعه إذن هذا رأيتموه في إطار مضامين الآيات الكلمات لصورة لقمان التي رأيتموها في الدروس يعني إذن ينبغي أن تحفظوا آيات كابينات من صورة لقمان التي تبين لنا عظمة الله تعالى وبديع صنعه في خلقه إذن هذا هو السؤال الأول وعليه ثلاث نقاط ونصف السؤال الثاني السؤال الثاني تقلب الألف واوا في ثمان مواضع من القرآن الكريم من بينها يعني تقلب الألف واوا في ثمان مواضع من القرآن الكريم من بينها الزكاة العدات طبقي الغدات عفوا الزكاة الغدات إذن تقلب الألف ووا إذن تطبق القاعدة في هاتين الكلمتين إذن تطبق القاعدة بأن تقلب الألف ووا في الزكاة والغادة رأينا هذا يعني في من أسرار الخط العثماني إذن هذا السؤال الثاني وعليه النقطة ثم لدينا السؤال الثالث اشرح ما يلي رواسي إذن ماذا تعني كلمة رواسي رأينا ذلك في الدرس ثم أنتميذ بكم أنتميذ بكم إذن اشرح كذلك كلمة أنتميذ بكم إذن هذا في إطار القرآن الكريم إذن هذه الأسئلة الثلاث مرتبطة بالقرآن الكريم إذن هذا في إطار التزكية الاقتداء الاستجابة القسط والحكمة إذن لدينا وضعية تقويمية هنا لدينا وضعية تقويمية الأولى كنت جالسا تشاهد برنامجا وثائقيا حول الطيور المهاجرة وسمعك أخوك تسبح سبحان الله فسخر منك وقال هل تصلي أم تشاهد التلفاز فأجبته انظر وتأمل في مخلوقات الله وبديع صنعته فالله أمرنا بتسخير حواسنا فيما يوصلنا إلى معرفته ونهتدي إلى طريق الحق إذن هذه هي الوضعية التقويمية إذن من خلال هذه الوضعية التقويمية السؤال الرابع حدد مضمونا مناسبا للوضعية إذن ما هو مضمون هذه الوضعية؟ إذن ما هو مضمونها؟ إذن ينبغي أن تحددوا مضمونا مناسبا لهذه الوضعية السؤال الرابع السؤال الخامس ما المقصود بتسخير الحواس؟ ما المقصود بتسخير الحواس؟ ورأينا ذلك في الدرس هذا السؤال الخامس إذن هذه الوضعية التقويمية الأولى الوضعية التقويمية الثانية حضرت صلاة الجمعة وكان موضوع الخطبة حول قيمة الصبر وأثناء خروجك من المسجد دار حوار بينك وبين زميلك حول الخطبة فقال لك يجب علينا أن نقتضي بصبر السابقين الأولين في الدعوة إلى الله فهم قدوتنا كما يجب علينا أذاء الصلوات في وقتها ونحرص على إتقان فرائضها وسننها ونحسن معاملة الناس ونتجمل بالأخلاق الحميدة إذن إشرح ما تحتوي خط إذن ما الذي تحتوي خط؟ بصبر السابقين الأولين في الدعوة إذن هذه العبارة عليك أن تشرحها ثم الصلوات يعني الصلوات رأينا ذلك في الدروس يعني إشرح ما تحتوي خط هذا السؤال السادس السؤال السابع يعني أصنف في الجدول أسفل فرائض الصلاة وسننها ومبطلاتها إذن لدينا فرائض الصلاة سننها ومبطلاتها فرائض الصلاة 1 2 3 4 سنن 4 ومبطلات 4 يعني أعطوكم أربع خانات لكل فرائض وسننها ومبطلات إذن عليكم أن تضعوا الفرائض في مكانها والسنن في مكانها والمبطلات في مكانها إذن خروج الريح هل هو من الفرائد أم من السنن أم من البطلات قراءة فاتحة هل هو من الفرائد أم من السنن القهقها هل هي من السنن أم من البطلات السجود هل هو من الفرائد أم من السنن السجود للتشاهد الأول قراءة صورة بعد الفاتحة تكبير الإحرام الأكل الاعتدال الجهر في الصلاة السرية والسر في الصلاة السرية التشاهد الثاني إذن هذه الأمور كلها أدخلها إما في فرائد الصلاة سنن الصلاة أو مبطلاتها إذن جدول بسيط وسهل يعني المبطلات واضحة ربما الاختلاط الذي سيقع لكم هو في الفرائد والسنن أما المبطلات فواضحة تماما ثمين سلبسهم إذن سلبسهم لدينا ثلاثة أمور صلة الرحم توقير الآباء والأمهات حق التربية والتعليم هذه ثلاثة أمور يعني كل واحدة منها تنتمي إلى حق من الحقوق يعني واحدة منها تنتمي إلى حق من حقوق الآباء والواجبة للأبناء التانية تنتمي إلى حق من الغير الواجب علينا وكذلك هناك حق من الأبناء الواجب على الأباء هذا السؤال الثامن السؤال التاسع حدد موقفك من السلوكات الآتية بوضع علامة أوافق لا أوافق موريزا سبب شتم زميلي وزميلتي ونعتها شتم زميلي وزميلتي ونعتها إذن أوافق أم لا أوافق وما السبب احترام أستاذي واجب أوافق أم لا أوافق وما هو السبب عدم إفشاء السلام غير ضروري إذن أوافق أم لا أوافق مع السبب إذن كان هذا هو الامتحان يعني هذا الامتحان بسيط يعني هذا هو امتحان النموذج الأول للأسلس الثاني لمادة التربية الإسلامية إذن اعلم أنك قادر على الإجابة واتق بنفسك ووفقك الله إذن حاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة إذن هذا هو الشق الأول واضح الشق الأول حاولوا أن تجيبوا بأنفسكم سأضع لكم عناصر الإجابة في الأخير لكن حاولوا أن تجيبوا هذا الشق الأول من السؤال ضعوا pause أو توقف مؤقت وحاولوا أن تجيبوا عن هذه الأسئلة كذلك هذا الوضعية التقويمية الأولى فيها سؤالان ضعوا pause وحاولوا أن تجيبوا عن الوضعية التقويمية الأولى ثم هذه الوضعية التقويمية التانية ضعوا pause أو توقيف مؤقت وحاولوا إجابة عنها حاولوا أن تجيبوا عن السؤال السادس ثم نحاول إجابة عن السؤال السابع والثامن وأخيرا الإجابة عن السؤال الثامن والتاسع إذن نبقى الآن مع عناصر الإجابة إذن عناصر الإجابة بالنسبة لمكون القرآن الكريم إذن يقول الله عز وجل في صورة لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل ذابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين إذن هذه الآية الكريمة التي تجيب عن السؤال الأول السؤال الثاني الرسم المصحفي إذن القدرة على تطبيق قاعدة الإقلاب إذن هنا تطبيق قاعدة الإقلاب بالنسبة للسؤال الثاني السؤال الثالث تحديد معاني الكلمات في سياقها القرآني إذن نحدد معاني الكلمات في سياقها القرآن إذن رابعا رابعا القدرة على التحليل والإقناع إذن الرواسي الرواسي يعني الأوتاد الرواسي الأوتاد أن تميد بكم أن تميد بكم يعني أن تنقلب بكم أو أن لا تكون تابتة أن تميد بكم متى تكون الأرض تميد بالناس عندما تتزلزل عندما تتحرك يعني أن تميد بكم أن تنقلب بكم أو أن تتحرك بكم إذن كذلك هنا تحديد المضمون المناسب إذن كذلك بالنسبة للسؤال الرابع القدرة على التحليل والإقناع بالنسبة للوضعية الوضعية التقويمية الأولى والوضعية التقويمية الثانية إذن القدرة التلميذ على التحليل والإقناع يعني أن تحلل الخطاب وأن تقنع المصحح بفهمك للنص نفس الشيء بالنسبة لسؤال الخامس القدرة على التحليل والإقناع سادسا شرح المفردات والعبارات بحيث يبين التلميذ القدرة على الفهم واستيعاب العبارة والمفردة سابعا التمييز بين الفرائد الصلاة والسنانية بشكل صحيح ما بالنسبة للمبتلات فهي واضحة تاملا التمييز بين الحقوق حقوق الأباء تجاه أبنائهم وحقوق الأبناء تجاه أمهاتهم وأبائهم بإضافة إلى حقوق الغير وتاسعا وأخيرا تمييز المواقف بشكل إيجابي واستثمار شيء من حفظه يعني من حفظ التلميذ من الآيات والأحاديث إذن هاته يعني نسأل الله توفيق إن كان صواب من الله وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان إذن سأضع لكم يعني فيديو مخصص للتصحيح هذا فقط عناصر الإيجابة يستخدمها الأستاذ لكن سوف أضع لكم فيديو فيه الإيجابة بالتفصيل عن هذه الأسئلة أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي في حصة مقبلة بإذن الله شكرا